موسيقى موسيقى أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من مصر من مصر بهادني مصر كلها كل سنة وحضراتكم طيبين النهاردة عشية عيد الغطاس كل عيد والإخوة المسيحين بخير وسعادة بدأت الكنيسة القبطية الإرثوذكسية الصيام من يوم الجمعة لمدة ثلاثة أيام احتفاءا بمعمودية السيد المسيح في نهر الأردن وطبعا بيستعدوا بالتقوص والعادات المتعارف عليها خصوصا في الأكل كلنا تقريبا بنحتفل بالأكلات الشهيرة في عيد الغطاس القلقاس وكمان أصب السكر الجميل وده لي سبب معين كده هنشير ليه واحنا بنتكلم كده مع بعض عن العادات المصرية الأصيلة الجميلة في عيد الغطاس اللي بدأت أصلا من صعيد مصر ليها ارتباط كده بفكرة أنه القلقاس أساسا من الأشياء اللي يعني بتنموا من باطن الأرض بتكون مدفونة فكرة النزول والصعود من الماء في المعمودية بتحملها فكرة الأغذية دي الأكل المشهور بيعيد الغطاس القلقاس ودي من الحاجات الجميلة أساسا عندنا في مصر والأكلات الحلوة جدا اللي إحدى مشهورين بها في كل لما الحلوة والتجمعات الجميلة لكن عيد الغطاس طبعا بيتميز بيها مع أصب السكر والبرتغان واليستفاندي ولقمة القاضي كمان وكلها نفس الموضوع يعني فكرة النزول والصعود من الماء هي اللي بتحملها الأكلات الشهيرة في عيد الغطاس كل سنة وحضراتكم طيبين وجدير بالذكر أنه النهاردة ترقص البابا توادروس الثاني قداس عيد الغطاس بالكاتدرائية المرقوسية بالإسكندرية والتي يصليها البابا توادروس الثاني وسط حضور شعبي كبير الصورة طبعا بتنقل لحضراتكم التفاصيل نبدأ أخبارنا النهاردة طبعا أنظار العالم بتتجه إلى برلين إلى ألمانيا كلنا بنتابع من ساعات الصباح ومن بداية اليوم أخبار برلين كلنا في انتظار أي صورة من برلين كلنا بننتظر توصيات ونتائج هذا المؤتمر الهام اللي فيه القوى الكبرى اللي فيه أطراف النزاع اللي فيه مصر وحضور طاغي لمصر بورقة مصر اللي بتحمل الكثير من البنود الهامة اللي معول عليها في إيجاد حل لهذه الأزمة الأزمة الليبية بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول الإقليمية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة لممثلين من المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة كان مؤتمر برلين قبل المؤتمر اجتمعت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي مع فايز السراج رئيس الحكومة بشكل منفرد لكل منهما طبعا الأزمة في ليبيا هي الموضوع الأهم وهي رقم واحد في الساحة الإقليمية والدولية الآن بعد التصعيد الأخير وبعض التحركات التي كانت من أردوغان اللي زادت الأمور تعقيدا داخل ليبيا علشان كده هيكون معنا النهاردة تغطية خبرية موسع بالإضافة لحوار خاص عن ما أفضل مؤتمر برلين وآخر التوصيات هنناقش كل مدار أيضا في هذا المؤتمر من مباحثات من لقاءات جانبية من تحركات على كافة الأصعيدة وده هيكون مع ضفنا السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجية الأسبق ومع ضفنا الكاتب الصحفي العزب الطيب الطاهر المتخصص طبعا في الشأن العربي بدعوا حضراتكم لمتابعة هذا الحوار مؤتمر برلين وما أتى به بالتأكيد مهم جدا أن نحن نعرف تفاصيله والمعلومات الخاصة بهذه النتائج وازاي هيتم تطبيقها على الأرض وازاي ما تم أيضا الاتفاق عليه هيكون مراقب من قبل الأمم المتحدة المستشارة الألمانية أنجلا ميركل عقدت مؤتمرا صحفيا تابعناها طبعا عقب الانتهاء فورا من المباحثات مع عقادة الدول المعنية بالأزمة الليبية المستشارة الألمانية ميركل قالت أنه الأمم المتحدة اقترحت عقد اجتماع بشأن ليبيا وأضافت أنه تم الاتفاق فعلا على ضرورة حل الأزمة الليبية بشكل سياسي واحترام حظر توريد الأسلحة الليبيا أضافت ميركل خلال المؤتمر الصخفي للإعلان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا أنه تم الاتفاق على عدم دعم الأطراف المتنزعة وأكدت أنه يجب إعطاء الليبيين حق تقرير مصرهم بشكل سلمي المستشارة الألمانية قالت أن الوضع في ليبيا بيتطلب دعم الجميع والحل السياسي وأضافت أنه يعني الكل تقريبا اتفق على ضرورة حل الأزمة الليبية سياسيا أننا بحاجة إلى حل سياسي طبعا اتضح هذا الموضوع في الأيام الماضية أنه ليس من فرصة لحل العسكري فذلك سوف يزيد من معاناة الشعب واتفقنا على خطة شاملة على الخطوات المستقبلية والجميع الأطراف قد عملت معنا بشكل مكثف والجميع موافقون على أنه يجب احترام حضر الأسلحة ويجب مراقبته والإشراف عليه بشكل أقوى من الماضي طيب لقراءة التوصيات اللي خرج بها مؤتمر برلين واللي قالتها المستشارة الألمانية أنجلا ميركل بينضمنين دلوقتي عبر هذا الاتصال الهاتفي السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر في برلين الأسبق أهلا بحضرتك كفاند أهلا بك كفاند سعد السفير يعني ما جاء به مؤتمر برلين كيف يمكن أن يطبق وينفذ هل كان من المنتظر مثلا أنه يكون هناك اتفاق أكبر بشأن وقف إطلاق النار أو ما يضمن عدم توجيه الأسلحة والعنف وإلى آخره ما يحدث من قبل تركيا تجاه الشعب الليبي لا كان طبعا مؤتمر برلين هدفه الأساسي هو وضع خريط الطريق يرعى المجتمع الدولي تفعل الالتزام بالحل السلمي ووقف إطلاق النار ومراقبته من خلال آلية تم الاتفاق عليها ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وإعلاء شأن الحل السياسي دون الحل العسكري واحترام حظر توريد الأسلحة حاول الاتفاق على دعوة الأطراف المتنزعة للجلوس معا على طاولة مفاوضات في جناف خلال أسبوع من الآن على أن يرسل إعلام برلين إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار بيان ملزم والتعامل مع قضية تدخل الأطراف الإقليمية في الشأن الليبي مما يزيد الأوضاع تصعيدا وتوترا وبالتالي أظن كانت تركيا مقصودة بالعديد من تلك البنود فوقف وحظر تقديم السلاح يقصد به السلاح والميليشيات المسلحة التي تستبلبها تركيا من مناطق نزاع أخرى خاصة من سوريا وتفككها من البنود الأساسية في ورقة مصر بكل تأكيد الورقة المصرية وتلك التي توفق عليها الاجتماع التنسيق الوزاري اللي وقد الأسبوع الماضي في مصر كانت هي الأساس التي بنيت عليها مخرجة برلين فمسعى مصر ودول الجوار المباشر لليبيا والدول المتوسطية التي عقدت مباحثاتها كانت وقف الدعوة لوقف إطباق النار كانت المسعى لتوحيد المؤسسات الليبي على رأسها الجيش الوطني الليبي وتفكيك الميليشيات الإرهابية المسلحة وإعطاء الجيش الليبي الحق في مواجهة هذه الميليشيات والتوزيع العادل للثروات وإعلاء خريطة السلام أو المصر السياسي الذي طرحه سيد غسان سلام أيضا نشير إلى أن الألية 5 زائد 5 هي ألية عسكرية بالضبط يا ريت سعد سفير توضح لنا هذه الألية التي اتفقت الأمم المتحدة على عقد اجتماع خاص بشأن ليبيا لتنفيذ ألية 5 زائد 5 إطلاق النار وتحويل الهدنة الهشة الحالية لوقف إطلاق نار ثابت يقود لمباحثات سياسية بين الأطراف في المرحلة القادمة فبدون تثبيت الهدنة الهشة الحالية لوقف إطلاق نار دائم مراقب من المجتمع الدولي ومن هذه الألية ستكون أيضا ليبيا عرضة لاستمرار دعم أطراف بعينها ولكن أظن رسالة برلين كانت واضحة لتركيا أن حظر الأسلحة سيتم مراقبات وأنا أظن حظر الأسلحة هي تضمن حتما الميليشيات الإرهابية المسلحة التي يتم إفادها من مناطق نزاع خاصة من سوريا أو من تركيا إلى ليبيا إلى ليبيا المخرجات الأخرى السياسية يعني نحن نتحدث الآن عن مخرجات عسكرية مرتبطة بالوقت على الميدان حتى لا تتفاقم الأوضاع هدنة يتم تثبيتها لتحويلها إلى وقف إطلاق نار دائم من خلال آلية 5 زائد 5 هي الأفضل يا سعد السفير تنفيذ الآلية دي آلية 5 زائد 5 هي الأفضل للمشهد الحالي في ليبيا أظن إذا مجتمع 12 من قادر دول العالم منهم الخمسة الدائمين وعلى رأسهم أنتونيو جوتيرس كرتير عام الأمم المتحدة عندما يتوافقه على شكل من أشكال تثبيت وقف الإطلاق تكون هي الأنسب للوضع الحالي طيب سعد السفير قراءتك يا فندم للمراقبة التي ستتم من قبل الأمم المتحدة لما تم الاتفاق عليه في توصيات مؤتمر برلين وما أفضل مؤتمر برلين بشأن أردوغان يعني إلى أي مدى حضرتك بشايف أنه ممكن فعلا يتم الالتزام أنا أقول لحضرتك هو إعلان برلين سيتم إرساله إلى مجلس الأمن الدولي لتبنيه كقرار أممي ملزم وبالتالي إذا ما قدر لأردوغان أن يرتكب خطأ توليخ أسلحة فهو سيكون في عداء ليس مع المشير حفتر أو مع دول الإقليم أو المجتمع هو سيكون في مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرار صادر عن الأمم المتحدة وسيكون بهذا القرار حتما أليات مراقبة وسيكون هناك مسعى أممي أيضا خلال الأيام القليلة القادمة لإطلاق المصار الاقتصادي نحن نتحدث عن مصار أمني وعسكري من خلال تثبيت وقف إطلاق النار والهدنة الحالية نتحدث عن مصار سياسي بإرسال مخرجات برلين إلى الأمم المتحدة لتبنيها في مجلس الأمن الدولي كأسورة كمشروع لقرار ملزم له أليات الرقابة نتحدث عن اجتماع اقتصادي هام يبحث كيفية استفادة كافة أبناء الوطن الليبي وقبائلي وأقاليمي من توزيع عادل للثروات فكما تعلمين كل عائدات النفط الليبي الآن تصب في البنك المركزي الذي يستولي على جزء كبير من حصة ميليشيات مسلحة وقادة تلك الميليشيات بعضهم صدرت بشأن مذاكرات توقيف دولية وبالتالي استعادة زخم الأوضاع الاقتصادية وإطاحت الفرص والتوزيع العادل للثروات يقلل من حدة التوترات القائمة حاليا بين الأقاليم والقبائل الليبي هنا أيضا مسعى شهدناها في برلين يتوافق تماما مع رؤية مصر ويتوافق تماما مع مخرجات الاجتماع التنسيقي اللي استضافناه لسبوع اللي فات الماضي لخمس وزراء خارجية كبرس واليونان فرنسا وإيطاليا ومصر هذا الاجتماع الذي دعا إلى وقف إطلاق النار على أشأن الحل السياسي توحيد المؤسسات الليبية تفكيك الميليشيات توزيع عادل للثروات هو نفس ما نتحدث عنه في برلين والتي أظن وجهت رسالة واضحة للتركيا عندما أكدت على ضرورة وقف إطلاق النار ومراقبة وإنشاء آلية لمقصود بها أيضا وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي اللي في يوم أظن اجتماع التنسيقي السيد سامح شكري قال أن معالجة أسباب التوتر في المنطقة يأتي بعد تحييد التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية في محاولة لصرد الهيمنة والسيطرة يقصد تركيا من ناحية وإيران أيضا من ناحية طبعا الضامن النهائي هنا سعد السفير أفهم من كلام حضرتك لالتزام إردوغان بما تم التواصل ليه هو موقفه أمام كافة الحاضرين في مؤتمر برلين الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في مايك بومبيو مصر روسيا فرنسا كل الحاضرين في المؤتمر وإلا حيكون هناك عواقب طبعا آلية برلين ستقود لقرار أممي في مجلس الأمن الدولي سيفرض مقرارات برلين من خلال قرار ملزم له آلية رقابة أي مخالف لهذا الالتزام سيكون عرض العقوبات الدولية وسيكون في تعارض ليس فقط مع ليبيا أو مع دول الإقليم ولكن مع المجتمع الدولي سعد سفير أختتم مع حضرتك بالحضور المصري النهاردة مصر موجودة في مؤتمر برلين المؤتمر المهم طبعا على كافة الأصعدة لإيجاد حل بشكل سياسي للخروج من الأزمة الليبية النهاردة بيعول على هذا الدور المصري اللي أساسا بدأ من زمن لإيجاد حل للأحداث اللي بتتصاعد في ليبيا كيف تبعت هذا الموقف وهذه المشاركة الطاغية لمصر بحضوره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شوفي خليني أوضح لحضرتك ما قلتين مهمين يلخصوا أهمية الدور المصري وما كانتوا واحترام العالمين المستشارة الألمانلية أنجلا ماركس لما بتقول أن لمصر والإمارات وروسيا دورا هاما جدا في تقريب وجهات نظر أوروبا نحو الحل الذي يطرح اليوم في برلين هي تقدر قيمتنا السيد سكرتير عفوا وزير خارجية الولايات المتحدة عندما يشير أنه لو لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعرضت ليبيا لكوارث عديدة بمعنى أن مصر أجندة قومية تسعى لاستعادة الدولة في المنطقة العربية واستعادة المؤسسات سواء في مصر أو في سوريا أو في ليبيا لمكانته على رأسها البيوش الوطنية التي تشكل العمود الفقري الذي يحمي مصالح الدول وبالتالي مصر أجندة تسعى من أجل الأمن والاستقرار لا تتدخل ولا تتحرش وتسعى للاستفادة ومصادة بثرواتها وثروات المنطقة وفقا لقواعد القانون الدولي في خلاف صريح مع هؤلاء الذين يعتمدوا الإرهاب كأدام من أدوات تحقيق الهيمنة والسيطرة على رأسهم تركيا وقطر هناك فرق بين الدول صاحبة العطاء والسعية من أجل الاستقرار وأؤلاء الذين يستخدمون الإرهاب لتحقيق هايمنة واهية وسيطرة لن تسمح بها الشعوب وخاصة تلك التي تأتي الآن من تركيا في منطقة الشمال الإفريقي أو ليبيا أو تلك التي تأتي من إيران فيما يخص الخليج في تهديد واضح والصريح لم يعد مقبولا للأمن القومي العرب أهمية الاجتماعات الجانبية سعد سفير التي تمت ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين الحاضرين في المؤتمر من بينهم على سبيل المثال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي وملفات كانت مطروحة وبقوة في هذه الاجتماعات طبعا المنتديات متعددة الأطراف بتكون فرصة زي منتبع قيمة برلين بتكون فرصة للقاءات السنائية اللي من خلالها بنبحث أفاق التعاون مع الدول وكذلك بحث قضايا هامة طبعا ولاية المتحدة ممثلة في وزير خارجياتها دلالة على أهمية الاجتماع برلين والسيد الرئيس بيلتقي بالسيد بومبيو اللي ينقل له أيضا تقدير مصر الجهد الأمريكي الذي بزله للتوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا في واحدة من أهم القضايا المتعلقة بأمن مصر القومي وهي قضية سنة النهضة وبالتالي يعني التعبير عن هذا الدور وبالتأكيد الدعوة لدور أمريكي أكثر انخرطا في محاولة التواصل للاتفاقية المنشودة التي نأمل أن يوقع عليها الأطراف الثلاث في نهاية الشهر الحالي هي أهم جدا وضروري تستدعي مثل هذه اللقاءات التي تعدي شكلا من أشكال العلاقات الدولية كأن السيد الرئيس قد قام بالزيارة للولايات المتحدة فأنت إذا لم تذهب إلى العالم يأتي إليك العالم كله كما هو الحال في برلين في واحدة من المؤتمرات تظن الفارقة في مستقبل ليبيا التي نأمل أن يكون مستقبلا زهرا بإذن الله إن شاء الله شكرا جزيلا سعاد السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر في برلين الأسبق شكرا على وجودك معنا فندم وقراءة توصيات برلين لحل الأزمة الليبيا الأمم المتحدة كانت أعدت وثيقة داخلية بتحدد مصارات دعم ليبيا وشكلها نحو وقف دابعا دائم لإطلاق النار وتطبيق حازم لحظر توريد الأسلحة لليبيا الوثيقة دي تضمنت بنود بيتم العمل عليها على تنفذها من خلال الاتفاق ما بين كافة الأطراف في المؤتمر بتتضمن ست بنود من بينها إصلاحات في مجال الاقتصاد إصلاحات في مجال الأمن وقف إطلاق النار تطبيق حظر توريد الأسلحة الزام ممثلين لأكثر من عشر دول مدعوة للمشاركة في المؤتمر بالعودة للعملية السياسية في ليبيا الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وبحقوق الإنسان من المنتظر أن القادة تتناقش في حل الأزمة في ليبيا وإقرار وقف إطلاق النار وجهود محاربة الإرهاب وتوحيد المؤسسات التنفيذية والتشريعية والعسكرية الليبية من خلال آلية 5 زائد 5 اللي وضحناها دلوقتي لحضراتكم من خلال الاتصال اللي هاتفي مع الدكتور محمد حجازي وهي آلية زي ما أشار أنها بتتيح الفرصة بشكل أكبر لإلزام تركيا بما تم التوصل في مؤتمر برلين وإلا ستواجه تركيا عقوبات فضلا عن فرض العقوبات اللي بنتحدث عنها على من يساهل الحرب في ليبيا أي طرف بيدعم إردوغان أي طرف بيدعم الإرهاب هو كمان هتقع عليه العقوبات لأنه بكده هو ساعد وساهم في انتشار العنف في انتشار الميليشيات في انتشار الخراب وعدم الاستقرار والسلام لليبيا والشعب الليبيا ووقف تركيا كذلك واحدة من أهم البنود ووقف تركيا إرسال سلاح وقوات لليبيا زي المشهد اللي تابعناه مبارح وأدعناه على حضراتكم هنا مقطع فيديو كان مهم جدا وأثار الجدل بصراحة بشكل كبير أنه كان فيه طائرة من المرتزقة بيرسلها إردوغان لليبيا والطائران الإفريقي كان بيناشد بضرورة التدخل لأنه يعني شيء غريب جدا أنه بيبعث بهؤلاء المرتزقة لليبيا وده كان عشية مؤتمر بيرلين من ضمن الجهود المصرية المبذولة كانت الورقة التي تحدثت أيضا فيها مع سعد السفير منذ قليل الورقة المصرية كان يعول عليها جدا لأنها بتحمل بنود هامة بنود بيوافق عليها السياسيين الأطراف اللي بتسعى للسلام وللتوافق لحل الأزمة وركزت الورقة المصرية وفقا لتصرحات السفير بسام راضي المتحدد باسم رئاسة الجمهورية ركزت على ضرورة وضع آلية واضحة الملامح بتشمل تسريح وتفكيك الميليشيات الإرهابية وجمع أسلحتها بالكامل خارج ليبيا ويكون فيه توقيت ويكون فيه معاد لتفكيك هذه الميليشيات وإعادة بناء وتأهيل المصاري السياسي والمصاري الاقتصادي داخل ليبيا السفير بسام راضي أكد أن الورقة المصرية كانت نتيجة اتصالات ولقاءات مكثفة خلال الأسبوعين اللي فاتوا ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من زعماء وقادة دول العالم ودارت كلها حول سبل معالجة الأزمة الليبيا السفير بسام راضي أكد أن موقف مصر ثابت ولا يتغير ولن يتغير هي لا تتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة ولكن تتعامل مع الجيوش الوطنية النظامية الشرعية وهذا أمر يجب أن يكون واضحا داخل مؤتمر برلين التفاول الأوروبي الحذر بشأن ليبيا تمخض عن توصيات سطرها مؤتمر برلين بعد تعزيز الجهود لوقف إطلاق النار الدائم الذي روح مكانه لتسعة أشهر تقريب وجهات النظر المتضاربة كان بتوصيات من أهمها وقف إطلاق النار من جميع الأطراف بطريقة شاملة لجميع الأعمال العدائية أعطوا ليبيين حق تقرير مصيرهم بالطرق السلمية بالانخراط في عملية سياسية الوثيقة التي تمت المصادقة عليها تحتاج أيضا إلى تأكيد من المجلس الأمن التي تدعيم حضر الأسلحة ونعرف أننا اليوم لا نستطيع الحل بيوم واحد المشاكل كلها في ليبيا ولكن نعطي دفع جديدة لها الكف عن كل ما يؤجج الصراع احترام حضر توريد السلاح حل الأزمة الليبية سياسيا تشكيل لجنة لمتابعة مخرجات مؤتمر برلين لا يوجد حل عسكري في ليبيا كل المشاركين قد أكدوا على ذلك مع أنهم ربما يكونوا أيضا مشاركين بشكل مباشر في النزاع ولكن كل المشاركين هم ملتزمون به عدم التدخل في هذا النزاع الليبي مصر كان لها دور بارز بمطالبتها بضرورة وضع آلية واضحة الملامح تشمل تسريح الميليشيات وجمع سلحتها وإعادة بناء وتأهيل المسار السياسي والاقتصادي إذن برلين جمعت الفرقاء الليبيين لإنهاء الصراع لكن السؤال هل ستكون توصيات برلين حبرا على ورق كمؤتمرات سابقة صدر عنها قرارات ولا جديد بدءا بصخيرات ومرورا بمؤتمري باليرمو وانتهاءا بمؤتمر باريس أم أن برلين ستكون مالكة لمفتاح الحل لحل حلة الأزمة الليبية من مصر محمد عبد العيل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له مشاركة فاعلة خلال مؤتمر برلين التقى خلالها مع عدد من قادة العالم للتباحث حول الأزمة الليبية وعدد أيضا من الملفات الهامة في المنطقة وأثناء المؤتمر عقد الرئيس السيسي مباحثات مع عدد من قادة العالم مباحثات هدفها دعم الحلول السياسية في ليبيا وهو الهدف الأبرز في مؤتمر برلين والوصول لتسوية عادلة وحرصت في ذات الوقت الجالية المصرية على أنها تنظم وقافات احتفالية مظاهرات تأييد للسيد الرئيس أثناء المشاركة وده كان على هامش مشاركة الرئيس في مؤتمر برلين الصور اللي معانا دلوقتي لهذا المؤتمر وكواليس المؤتمر وما أيضا يعني جاء فيه طبعا دي الصورة التفكارية اللي أخذت هنا السيد الرئيس مع عبد المجيد تابون وزيء عفوا رئيس الجزائر الجديد وبيصافحه وكانت يمكن هنا دلوقتي طبعا السيد الرئيس بيصافح بوتن رئيس روسيا وطبعا كانت مصافحة الرئيس لعبد المجيد تابون أيضا أثناء التقاط الصورة التفكارية وهنا أثناء وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في مؤتمر برلين اللي بينعقد لإيجاد حل سياسي للخروج من الأزمة الليبية لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة وتقديم ورقة مصر اللي بتحمل البنود المتفق عليها من قبل كافة الأطراف السعية للسلام والاستقرار في ليبيا الصورة دي واحدة من الصور أيضا الهامة لمؤتمر برلين المشاركون القادة بيجتمعوا للتباحث كما هو واضح في الصورة وليه استكمال الحديث حول هدف هذا المؤتمر الأبرز والأهم وهو إيجاد الحل السياسي للخروج من الأزمة الليبية ورد إلينا الآن هذا الخبر العاجل وهو وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبريطانيا للمشاركة في فاعليات قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار كما صرح السفير بسام راضي المتحدد باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل الآن إلى بريطانيا للمشاركة في فاعليات قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار طبعا حضور السيد الرئيس هنا ليس فقط كرئيس لمصر ولكن أيضا كرئيس للاتحاد الأفريقي بيحمل مطالب وتموحات وأمال القارة السمراء وشعوب الدول الأفريقية للعالم خاصة في قمة مهمة زي دي القمة دي هي بوابة كبيرة جدا على فكرة للاستثمار والاقتصاد القمة دي بحضور 53 من القادة في القارة الأفريقية بيجتمعوا مع حكومة المملكة المتحدة للتباحث للتفاوض لتأمين صفقات خاصة بالبتروكيمويات خاصة بالطاقة لتأمين فرص عمل أيضا خاصة بالدول الأفريقية القمة دي بتفتح أبواب كثيرة خاصة بانتعاش الحالة الاقتصادية في القارة الأفريقية وأيضا بتؤكد وبتكشف عن الفرص الموجودة في القارة الأفريقية وفي الدول الأفريقية لاستثمرها ولتوظفها لصالح الدول الأفريقية وشعوبها القمة هنتابع طبعا تفاصيلها مع زميل عمر خليل اللي بيتابع مراحل هذه القمة من أول الاستعدادات والترتيبات وأيضا بالتأكيد الفعليات بكرة إن شاء الله وعلى فكرة يكون معنا عمر بعد قليل لموافتنا بآخر الأخبار خاصة بعد وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبريطانيا للمشاركة في القمة القمة دي بتسعى لإيجاد فرص أكبر وأوسع للقارة الأفريقية وإحنا في انتظار طبعا توصياتها والنتائج اللي بتخرج بها هذه القمة لأنه طبعا استثمارات بريطانيا في الدول الأفريقية وفي القارة بشكل عام كبيرة جدا ويمكن هي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبعد فرنسا وبالتالي التأكيد عليها وفتح الأبواب لها بشكل أكبر ده يعني حيعطي دفعة كبيرة للاقتصاد والتجارة والصناعة في الدول الأفريقية عودة مرة تانية لمؤتمر برلين مؤتمر برلين زي ما تحدثنا عن الهدف الخاص بهذا المؤتمر اتكت كل أنظار العالم ليه بشأن ليبيا كمان الحقيقة كان بيحمل فيه طياط ملفات مهمة جدا السيد الرئيس بحث هذه الملفات على هامش مؤتمر برلين من خلال اللقاءات اللي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة لبحث التعاون المشترك ما بين مصر وما بين أمريكا اللقاء ده كان فيه تباحث عن تطورات الأوضاع في ليبيا في إطار طبعا انعقاد مؤتمر برلين بعد ظهر اليوم وأكد الرئيس السيسي أنه ما فيش أي سبيل آخر إلا تسوية الأزمة من خلال الحل السياسي ومن خلال حل شامل بيتناول كل أبعاد القضية من خلال مصارات واضحة ومحاور محددة سياسيا وأمنيا واقتصاديا اللقاء ما بين الرئيس السيسي ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو تطرق لملف هام جدا خاص به أمن مصر وهو سد النهضة أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لجهود الولايات المتحدة في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة جديد بالذكر هنا طبعا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قدمت مبادرة لاستضافة الدول والأطراف الخاصة به هذا الملف ملف سد النهضة وأعرب الرئيس السيسي عن التطلع لاستمرار الدور الأمريكي في ملف سد النهضة وصولا لبلورة اتفاق شامل بيحفظ طبعا حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وسط تحركات دبلوماسية مكثفة طبعا زي ما شفنا في الصور كان وزير الخارجية المصري سامح شكري متواجدا وحاضرا وبالتالي كان فيه لقاءات كمان مهمة جدا عقدها وزير الخارجية سامح شكري على هامش المشاركة في مؤتمر برلين عن الأزمة الليبية بدأها مع نظيره الإيطالي وزير الخارجية الإيطالي لوي جي ديمايو وتم التوافق ما بينهم على دفع جهود التوصل لتسوية شاملة بتتناول كافة أو جهة الأزمة بتتناول كافة وجهات النظر وبتعزز فرص نجاح عملية برلين السياسية في التصدي لكل شيء ممكن أنه يعرق المصاري السلام مصاري الحل السياسي المرجو والمستهدف أساسا في هذا المؤتمر واللي طبعا إردوغان بيقف كعقبة فيه التقى وزير الخارجية كذلك سامح شكري مع جوزيف باريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية اللقاء ده كان فيه تبعدوا لوجهات النظر عن الأوضاع الإقليمية عن التطورات اللي بتشهدها المنطقة وفي مقدمتها تطورات الأزمة الليبية تم بحث سبل دفع مصاري برلين السياسي وده بهدف التوصل لتسوية شملة للأزمة الليبية وطبعا إيجاد مخرج للمشهد الليبي اللي بيزداد تعقيدا بسبب تصعيد إردوغان بتصرفاته أو بتحذيراته اللي طبعا لم يلتفت لها القادة وعقد مؤتمر برلين وكان فيه توصيات هامة بضمان خاص بتنفيذ آلية 5 زائد 5 اللي بترغم إردوغان بأنه يلتزم بكل ما جاء من توصيات في مؤتمر برلين وبمراقبة أيضا من الأمم المتحدة لمدة أسبوعين بشأن أيضا ما أفضل لي وما وصل لي مؤتمر برلين في نفس الوقت ده مؤتمر برلين يعني العالم كله كان بيترقب الموقف في ألمانيا اللي استضافت هذا المؤتمر لأنه طبعا الموقف في ليبيا بيخص أيضا ألمانيا بيخص الاتحاد الأوروبي لأنه فيه ملفات كتيرة خاصة به الهجرة خاصة به اللاجئين إلى آخره وبالتالي كانت ألمانيا حاضرة زي ما شفنا في استضافتها لهذا المؤتمر بحضور مصري هام وطاغي بورقة مصر اللي بتحمل بنود تم الاتفاق عليها من خلال مفاوضات ومشاورات مع كافة الأطراف وإحنا نتحدث عن هذا المؤتمر وعن الاستعدادات والترتيبات القوية لهذا المؤتمر كان فيه في نفس الوقت تظاهرات كبيرة في العاصمة الألمانية برلين تظاهرات دي كانت بتندد بمشاركة أردوغان في المؤتمر بحضوره لبرلين بمشاركته بوجوده أساسا في برلين حرص المشاركون في الوقفة الاحتجاجية على أنهم يشيلوا لافتات ويشيلوا يعني ما يشير لدور أردوغان الإرهابي في ليبيا وأنه بيسحب حق الشعب الليبي في حياة كريمة وحياة سالمة وآمنة وكانت بعض اللافتات بتتحدث عن أنه لا للتدخل التركي في ليبيا بترفض التدخل التركي في ليبيا وبترفض حضور الأردوغان إلى برلين كان في لفتات أخرى لصوره صور أردوغان وهو بيدعم تنظيم داعش الإرهابي والدواعش وبيدفع بيهم ليبيا وبيهدد بيهم كمان كل من لا يقف معاه ومع موقفه ومع دوره في دعم الإرهاب وفي أيضا بث الألأ والعنف داخل ليبيا وطبعا ده عكس حالة من التوتر على باقي الدول وعقدة مؤتمر برلين كان في صور زي ما احنا شايفين هي دلوقتي معانا رفضة إردوغان أساسا وعدم الترحاب بإردوغان في وجوده داخل برلين وصور أخرى بتشير إلى أنه إردوغان يعني زي ما احنا شايفين في الصورة دي آكل للحوم البشر مصص دماء يعني طبعا الناس رفضة الناس متفقة أنه إردوغان يعني في النهاية شخص داعم لأي إرهاب لأي عنف ولأي عدم سلام التوتر عادة مرة أخرى ليخيم ننتقل بقى لموقف تاني ومشهد آخر مهم الحقيقة لا يمكن أبدا أن نلفت الانتباع عنه النهاردة لبنان كان فيها تصعيد مع أن اليوم بدأ بهدوء حذر ولكن بدأ التصعيد خاصة في الساعات الأخيرة من اليوم اندلعت اشتباكات كبيرة مساء اليوم ما بين القوى الأمنية ما بين المتظاهرين في بيروت قام عدد منهم برشقة عناصر مكافحة الشغب بالحجارة وده كان في محيط مجلس النواب وده مكان مهم جدا طبعا لأنه ده مجلس النواب وطالب الأمن اللبناني المتظاهرين بأنهم يتحلوا بالسلمية ويبتعدوا عن أماكن المواجهات والاشتباكات مع من يثير الشغب شهد محيط مصرف لبنان تجمعا للمتظاهرين وده كان في إطار التحركات الاحتجاجية على سياسة المصرف المركزي والمصارف بشكل عام داخل لبنان لسه تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب عندها مشاكلها وعندها عقبتها وعندها عراقيل بتتعلق بتوزيع الحقائب ونظام المحاصصة وفي أحيان أخرى بتتعلق بحسان دياب أساسا كرئيس للحكومة رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري قال إن مشهد المواجهات والحرق وأعمال التخريب وسط بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض ويهدد السلم الأهلي وينذر بعواقب وخيمة على لبنان سعد الحريري أضاف في عدد من التغريدات الهامة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر واللي تم تدولها طبعا إن بيروت لن تكون أبدا ساحة لا للبرتزقة ولا للسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية معينا دلوقتي علشان نتابع الموقف عن قرب الأستاذ فادي عكوم المحلل السياسي اللبناني أستاذ فادي برحب بحضرتك طبعا وأبدأ حديثي معاك بأن لبنان دي عزيزة علينا كلنا في مصر بنحب الشعب اللبناني بنا علاقات على كافة الأصعادة سياسيا ويعني فنيا يعني لبنان دي مكان سياحي جميل مقصد لنا وللدنيا أنه يحب يتمتع بطبيعتها وبجمع لأنه هذا المشهد اللي بنتبعه فيه لبنان وتطوره والتصعيد اللي بيحدث الآن ما هي خباياء يعني كيف تقرأوا يا فندي أولا أشكرك جدا على الكلام الزميل حتى من دون هذا الكلام معروف نهور السعب المصري والدولة ككل بالنسبة للبنان للأسف لو يمتلك للبنانيين جزء صغير من هذا الشعور تجاه بلدهم كما يراه الآخرون لما وصلت الأمور لهذه الأحوال ما يجري الآن في لبنان عبارة عن تراكمات سياسية وضغطات اجتماعية على مدى عقود طويلة جرى في بعض الأوقات تخطيها أو أخبادها أو تخديرها إلى أن انفجر الوضع بهذه الطريقة التي لن يتم تخطيها إلا بإيجاد حل جزري للأجمات المتتالية التي تعرضتها الشعب أولها النظام الطائفي المحاصصة والذي يدير لبنان من أكثر المناصب حتى المناصب العادية والأمر المصيبة بالنسبة للبنانين ليست فقط المحاصصة الطائفية بل بمن يديرون هذه المحاصصة وبالطبقة السياسية الحاكمة التي للأسف لا تلقي بالا لمصالح الشعب اللبنانية أو الدولة اللبنانية بل ينقوم بالا فقط أما لمصالحهم الخاصة أو لمصالحهم الإنسية وبالتالي فإن أي حل جزري بالنسبة لي لبنان لا بد أن يكون خارج الإطار السياسي التقليدي من الممكن أن يكون عبر حكومة طوارئ فعالية مستقلة تدير البلاد وعطت أن هذا أمر لن توافق عليه الطبقة السياسية الحاكمة كونه سيستسيها وسيؤدي بالتالي إلى حرمانها من النفوذ المطلق الذي تتمسع به خاصة أن الشعب اللبناني عنده تحفظات كثيرة على الوضع الحالي للحكومة التي يتم تشكلها برئاسة حسان دياب نأمل أن نشوف مشهد مخالف للمشهد اللي أمامنا في بيروت الجميلة في لبنان ويتم التوصل فعلا لاتفاق بشكرك أستاذ فادي عاكم المحلل السياسي اللبناني لبنان كانت آخر الأخبار معينا ولكن دائما التقرير الإخباري في المزيد من التفاصيل عن أخبار كثيرة اهتميت بها حضراتكم بنجمعها في هذا التقرير نتابع أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرارا بأحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتضمنت هذه الجرائم وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية جرائم التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف والمساس بالطمأنين والجرائم الخاصة بشؤون التموين وجرائم الأسلحة والذخائر تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أكثر من ألف قضية تهرب ضريبي بقيمة إجمالية تصل لملياري جنيه إلى جانب ضبط 816 قضية متنوعة و113 قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية و248 قضية في مجال حماية الثروة السمكية وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي فذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوغرافا صلت من خلاله الضوء على تقدم مصر أربعة مراكز في مؤشر أفضل الدول لعام 2020 وأوضح أن مصر وصلت تقدمها في مؤشر أفضل الدول إذ احتلت المركز السادس والثلاثين عالميا في إصدار 2020 بعدما جاءت في المركز الأربعين في الإصدار السابق كما احتلت مصر هذا العام المركز الثاني عربيا بناء على قوتها الاستراتيجية والسياسية والثقافية وتراثها التاريخي وقدرتها على مواكبة محركات التغيير ودفع عجلة التنمية بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أول أيام التدريب على جائزة مصر للتميز الحكومي في نسختها الثانية للعام 2020 وذلك في خمس محافظات هي القاهرة والمنوفية وبني سويف والجيزة والفيوم أشاد ممثل برنامج الغزاء العالمي ببرامج مساعدة النساء في صعيد مصر مشيرة إلى أنها حصلت على المركز الأول على العالم كما حصل مكتب القاهرة على المركز الأول فيما يخص برامج التنمية في العالم جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمناقشة سبل التعاون مع برنامج الغذاء العالمي أعلنت وزارة الصحة لانتهاء من تسجيل 530 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد منذ بداية التسجيل في الأول من أكتوبر الماضي وحتى اليوم يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد غدا الاثنين أمطارا على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة أتقل الرؤية في الشبرة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد والتقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا